قرار جمهوري تجاوز مضمين المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن بتوصيف انقلابي لأحداث العامين الماضيين وقفز على نص دستوري يكفل حق المواطنة المتساوية لكل اليمنيين القرار الرقم 178 بنظر مراقبين حولت دولة إلى جمعية خاصة تقدم خدماتها لفئة معينة بحكم الانتماء الحزبي للوطني ما جعله مخالفة خطيرة من شأنها إعادة البلاد إلى مربع الصفر وتوفير سابقة لتمرير انقلاب جذري على روح ونص التسوية مبادرة وآلية خصوصا وأن شرعية العملية الانتقالية الجارية تقوم على اتفاق سياسي شامل جوهره التوافق يؤكد نص في المبادرة الخليجية على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق فعلت ذلك رغبة منها في تحقيق تسوية سلمية لأزمة سياسية حسب ما عرف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 214 لعام 2011 أحداث العامين الماضيين لكن القرار الجمهوري ذهب إلى إنشاء صندوق لرعاية ضحايا ما سمى الثورة الشعبية الشبابية السلمية ناصيا ضمن ديباجة التسمية الحزبية القبلية العسكرية المسلحة ما اعتبره المراقبون توصيفا انقلابيا خارج سياق المبادرة ويحمل بعدا سياسيا في المقام الأول مصدر القرار وبجانب تعمده اختلاق وقائع وصناعة واقع آخر تعمد إلغاء وشط بقطاع واسع من اليمنيين يشكلون الغالبية الساحقة التي وقفت مع الشرعية الدستورية ضد الانقلاب والتمرد وأعمال العنف وتقويض الدولة ومؤسساتها الشرعية والدستورية ليس هذا وحسب القرار أيضا أسقط حق شهداء القوات المسلحة والأمن في الرعاية الحكومية وتجاهل الجنود والضباط الذين سقطوا في خضم أحداث الأزمة بنيران الميليشياء المسلحة بمختلف مسمياتها وتشكيلتها في عدة محافظات لا لشيء عدا أنهم حافظوا كرامة الدولة وحافظوا على مؤسساتها وحالوا دون سقوط المعسكرات غنائم بيد المجامع المسلحة القرار الجمهوري رقم 178 ألغى تضحيات ومعاناة أبناء القوات المسلحة والأمن وتجاهل معاناة ضحايا الاعتداءات المسلحة على مؤسكرات الجيش بل وآدانهم ضمنيا فيما قدم اعترافا رسميا بشرعية تلك الاعتداءات حين شرعنا لتوصيف مقترفيها بأنهم ضحايا لاجنة فضلا عن حصر عطاء صندوق على أتباع طرف وحيد منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011 سلكت أحزاب اللقاء المشترك طريق العنف الانقضاض على السلطة فيما تمسك المؤتمر الشعبي العام بخيار الحل السياسي رغم أن وضعه يعطيه الأفضلية على الواقع مقارنة بالطرف الآخر ذهبت قياداته في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 لتوقيع المبادرة الخليجية والآلية المزمنة وليس في ذهنها أكثر من حقن دماء اليمنين وقطع الطريق أمام تجر الحروب وعند هذه النقطة تحديدا تكون العملية الانتقالية الجارية مشيئة مؤتمرية بامتياز سياف الغرباني اليمن